اشتركوا في القناة المركز الاداري بتاع الدولة العثمانية المطابخ فيها كانت كبيرة جدا ممكن ان واحد كان يدوه فيها ده غير المخازن والمخازن اكيد كانت فيها كمية من المكونات جاية من جميع انحاء الدولة العثمانية غير الرز ممكن انواع جبن فواجه مجففة السحلب حاجات كتيرة جدا وعسل بقى وكل الكلام ده متخزن عشان يطلع في الولاية فالطبق اللي انا اكتشفته كان عبارة عن ريش البتلو مطبوخة ايهاية كانت مكتوبة بالزبط كده ريش بتلو مطبوخة مع الفواجه المجففة محتاجة مذاكرة المذاكرة كانت ايه طب ايه الفواجه المجففة اللي كانت موجودة وايه الطرق اللي كانت متاحة للطبخين في الوقت ده اللي انا رسيت عليه ان انا اعمل الطبق ده ده ريش بتلو متنظفين ومتزبطين كده الجزار ممكن يعملها لكم شوية طماطم شيري شوية عسل وزبدة وجبن حلوم شوية بصل وتين مجفف تين مجفف عملنا في ايه؟ بصوا بقى تعالوا بصوا على الكلام الجامد اللي حاصل هنا الريش الريش البتلو لما بتيجي من الجزار انا كده اشيل دول على جنب عشان اهريكو ايه اللي بيحصل ريش الريش الريش بتلو لما تيجي من الجزار يعني قبل ما يبتدي النظف فيها العدم ده بيبقاش نظيف كده تمام؟ اللي بقى لهوم مجهزه من قبل كده بس الطبيعة بتاعته ان فيه زي منديل كده مليانة لحمة بتبقى ايه؟ لزقة كده عليها فبنعمل ايه؟ بنومشايلين الورق المنديل ده ومستخدامهم عشان فيه لحمة وفيه شغط وفيه دهن حيدينا طعم جميل؟ ده اول حاجة وبعد كده بيبقى فيه زي جلد او شغط بين مركب الدلوع في بعضها برضو دي بتتشيل وبتتنظف طيب يبقى انا لو انا مش عايز ارمي حيطة المنديل اللطيفة دي عامل فيها ايه؟ ان انا هستخدمها هرجحها تاني وخليها هي تلف من حوالين الايه؟ الريشة نفسها العير الريش فمناخد حطيت بقى شوية التين مجفف من تقطعين انصاص كده جميل؟ يعني احنا مسكنا التين كده وقطعناها كده جميل؟ بعد كده من ناحيتين التين هنا بقى المجفف ايه اللي هيحصل له؟ ان هو عيبتدي يشرب من مية اللحمة ويدي للحمة برضو طعم لطيف تمام؟ منواخدين المنديل وقفلين عليها كده نسبت الكلام ده ازاي؟ بصاحبنا اللي دايما موجود معانا في الحاجات اللي فيها لحمة مستر دوبارا جميل؟ فهنربط واحدة واحدة اللي ايه اللحمة موسيقى موسيقى بص كده ايه اللحمة اتربطت ليه بنوربط اللحمة؟ عشان احنا عايزين تبقى السمك بتاعها الدسامة بتاعتها واحدة عشان تستوي كله مرة واحدة ما نلاقيش حتة مستوية بزيادة وحتة مش مستوية بزيادة هنحضر برضو دي دي هناخدها كده شوية كده على الفطاسة سخنة جدا ناخد لون بس من برة ونحضر برضو ليها يعني انا هدهنها انا هديله طعم مسكر مسكر وحدق في نفس الوقت ازاي؟ طاسة جميل؟ ناخد شوية زبدة والعسل جميل؟ ننزل بالزبدة ناخد العسل ملح ناخد شوية من الملح انا وفلفل فهنحنعمل بقى ايه؟ ده هيبقى زي زي با ممكن نعتبرها زي الباربكي سوس بالزبط بس باربكي سوس ايه؟ بقى كيسوية سهلة مش بنفس النكهات اللي احنا متعودين نشوفها في البورجر جميل؟ هنا بقى في الطاسة دي انا عامل ايه؟ احنا مواخدين الاستاذ جاهز ناخد شوية زيت الطاسة دي مفروض مولعة جدا اهي مولعة يعني على آخر اقعد انت على جنب برزك لا سمعت ملح كويس من جميع النواحي جميل ينزل على طول احنا شايلينه كده هينزل على طول في الحلة منحرك عشان ايه؟ مايلزقش في الطاسة انا هيدوب انا عايز لون بس واللحمة دي اللي احنا الحرك اللي احنا عملناها من على الوش اللي احنا غطناها بالمنديل اللطيف ده هيدينا هيحمي اللحم اللي جوه اللي اللحمة جوه طريه جدا ما احنا متكلم في بتلو جميل؟ فا احنا كده بنحمي اللحمة اللي جوه من الحرارة عالية تعال انت تقعد جملي هنا انت كده ركنت على جمد يدوب اول ما بتدي يغلي بنركينه على جمد بنسبة للايه؟ الصاص اللطيف التاني ده الزبدة بقية الزبدة تنزل كميل باستين الوش خلي الزبدة تخش بقى في الايه؟ في وسط الحشو اللطيف اللي جوه ده بنسقيها الزبدة بميل من فوق حلوة اوي بس كده ده كده يعد هندخلوا الفرن على درج حرارة 180 لغاية ما يجيب الدرجة الحرارة اللي احنا عايزينه الداخلية درج حرارة الداخلية اللي احنا عايزينها تبقى كام؟ احنا مكلمة في 65 درجة مقوية لما تيجوا تحسوها هتحسوا ان احنا عايزين قرب الميديم وال قرب الوال دون ده اللي احنا عايزين نحسها تبقى ايه؟ ماسكة شوية أفشة شوية اللحمة بترد علينا طيب دلوقتي هنطلع فاصل لما نرجع من الفاصل هنكون لسه ايه؟ بندلع في الأستاذ ده كل شوية هنسئله رقا شوية الباربيكي سوس اللطيف اللي احنا عملناها هنعمل مع بعض الطبقة التانية اللي هي انا نسيت لا اكيد طبعا منسيتش فطيرة سبانخ نشوف به بعض الفاصل رجعنا من الفاصل وعايز بس ايه؟ نتكلم شوية عن الباربيكي سوس اللي احنا او البتاعة اللي انا هدهن بي البتلو شايفين هو ايه؟ انا وصلت له الدرجة ان انا ايه؟ ان هو بيغلي عامل رغاوي كده طبعا؟ هنديله بس شوية مرقة فراخ ونشيله من عنارة على طول وإلا حيفور تمام؟ انا عايز طعم برضو مرقة فراخ برضو حيديله طعم لطيف نشوف هو بقى في الفرن عامل ايه؟ جميل يعني هايبتدي لسه هايبتدي يتكلم نبتدي نديله شوية اللي ايه؟ الحاجات اللطيفة اللي احنا حضرناها جميل بس ويرجع تاني في الفرن ناخد بقى الطماطم الشيري هنا بقى ناخد الطماطم الشيري ونرميهم فست الأستاذ كده هيبتدي برضو هو عينازل ميته وكمان يشرب يبقى مسكر يعني أحبه فيه حاجات لطيفة جدا بتحصل يبقى روستي كده شوية يميل؟ بس ده كده مع نفسه في الفرن احنا على حجم ده مثلا احنا نكلم في كيلو ده مفروض ما ياخدش أقل من ساعة في الفرن على درجة الحرارة 180 تباوها اشتركوا في القناة